دلوقتي نروح معاكم للحوار الوطني وتصريح المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان بأن مجلس أمناء الحوار في إطار انعقاده الدائم هيكتمع غداً لأربعاء ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو القادم أضاف أيضاً المنصق العام للحوار الوطني بأن هذا الانعقاد يأتي في وقت الحياة دقيق يعني يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق وانشغال رأي العام المصري بها وأيضاً تركيز الدولة المصرية على حلها سلمياً ومعالجة أثرها العديدة ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان وتيسير كل السبل لاستقبال المجادرين منه من كل الجنسيات خاصة من الأشقاء السودانيين الذين ترحب بهم مصر دائماً أيضاً أكد المنصق العام للحوار على أن استمرار الإعداد لبدء الحوار كما هو مقترح في ظل هذه ظروف يؤكد على ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات عمله الوطني أيضاً إصرار كل الأطراف المشاركة فيه على نجاحه تحقيقاً لأمال وتطلعات شعبنا العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر